استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا رئيس إحدى شركات الطاقة الألمانية وتم بحث التحديات العالمية رهنة التي تواجه صناعة البترول والغاز ومعدلات التضخم المتزايدة وسعي الدول لتأمين مصادر إمدادات الطاقة واستدامتها وأكد طارق الملا أن قطاع البترول يكثف حاليا أنشطة البحث والاستكشاف بهدف تحقيق اكتشافات تسهم في زيادة الانتاج بتوازي مع الإسراع بتنمية الاكتشافات التي تم تحقيقها مشيرا إلى أن مصر تسهم في جهود تحقيق أمن واستقرار الطاقة عالميا وذلك من خلال دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول بتكامل مع العلاقات السياسية والروابط الاقتصادية القوية لها مع الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول ترجمة نانسي قنقر